انتهى دوري الدرجة الأولى للأندية اليمنية هذا دوري الذي انطلق بشكله الجديد كما تعلمون من تجمعين في حضر موت وصنعاء وبعد مباريات الذهاب والإياب تأهل إلى المربع الذهبي أهل صنعاء وحدة صنعاء تضامن حضر موت وشعب حضر موت استطاع فيه شعب حضر موت أن يفوز بالمركز الثالث بعد فوزه على وحدة صنعاء أما في المباراة النهائية مباراة اللقب فقد فاز أهل صنعاء على تضامن حضر موت بنتيجة 2-0 ليحقق لقب البطولة أو لقب الدوري للمرة السابعة في تاريخه عن هذه البطولة وتحقيق اللقب بالإضافة إلى ماذا حقق هذا الدوري وما هو حال الكرة اليمنية كل هذا وأكثر سنناقشه مع الكابتن جمال القديمي مدرب أهل صنعاء الفائز باللقب مساء الخير كابتن جمال وأهلا وسهلا بك معنا في برنامج حول الرياضة أهلا وسهلا ومرحبا بكم رحب قناتكم الكريمة وتحياتي لمشاهديكم ومثابينكم وكرا في البداية كابتن جمال خلينا أبارك لك ولكل عشاك أهل صنعاء التتويج بلقب الدوري اليمني بعد الفوز في المباراة النهائية على فريق تضامن حضر موت الحمد لله والشكر لله الفضل أولا لله في تحقيق أي نجاح نعم والحمد لله أننا حققنا لقبنا الغالي بعد سنوات عجاف وبعد تعب وجهد جهيد ويعني دوري كان صعب نعم ولك الحمد تكلل تعب بالنجاح وهذا النجاح يعني عزا إلى جهد يعني في الملعب وجهد لاعبين بدل الغالي والرخيص بسبيل تحقيق الهدف الغالي والحمد لله على توفيقه نعم كابتن جمال بعد استقالة المدرب السابق للأهل الكابتن محمد النفيعي من تدريب الفريق وتكليفك بالمهمة هل كنت متوقع أنك بتوصل للنهائي وتحقيق اللقب طبعا الكابتن محمد النفيعي من المدربين للوطنين الأكفاء نشكره على ما قدمه نعم لم يكن توقعا وإنما كان ضموح وهدف رسمنا جميل وصممنا على تحقيقه وبفضل الله وجهود اللاعب نعم تم هذا النجاح ولك الحمد ولك الشكر جميل كابتن جمال هناك أربعة إلى خمسة لاعبين من طريق ساكر تعز اللي انسحب قبل انطلاق الدوري هؤلاء اللاعبين شاركوا كأساسيين في كتيبتك الحمراء كيف كان تأثيرهم في تحقيق اللقب بشكل خاص وكيف أثر انسحاب أندي التاعز بن البطولة بشكل عام طبعا لاعبنا الذي تعقدنا معهم نعم يعني بعد رؤية صحيحة من إدارة النادي وكجهاز فني وإداري وهذا لا ننسى فيه كابتن محمد الفايح حقيقي حقيقة نعم وكانوا لاعبين قد المسؤولية وطبعا هو أثروا إيجابا ولكن نحن معنا النجوم يعني كبار نعم أكيد أنه اللاعبين يتعاقدنا معهم تأثروا أيضا باللاعبين الأهلي ونادي أهلي نادي بطولات كبيرة تأثروا وأثروا إيجابا فالحمد لله في الأول في الأخير أنه يحسب هذا لنا أنه نحن تعاقدنا مع اللاعبين أكفاء وكانوا عندهم المستوى وربنا يعني أنت عارف توفيقكم من الله حينما التعاقد مع اللاعبين ويأتوا إلى ناديك ويقدموا المستوى المنتظر ويخرجوا ببطولة يعني كانت مهمة جدا وعظيمة هذا يعزل الإدارة النادي وللناديك كل ونشكرهم على المجهود الذي قدموه ونحن في أهلي صناعة طبعا ما ننسى لفضل أحد والفضل يعود يعني لللاعبين في الأول أكيد والإدارة النادي والجهاز الفني وكل نجاح يعني له الرجال ونحن نقول في الملعب ما رجال أو ما نجم إلا بالنجوم صحيح وما رجل إلا بالرجال وهذا ما حصل والحمد لله طبعا لديه تعز يعني رونك يعني المفروض وجودهم كان يعني 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 عضي رونك أكثر وزخم للدوري نعم ولكن هذا قرار يعود إليهم ونحن نحب أن يشاركوا دائما أنديه تعز وأنديه تعز ليكتمل العرس الرياضي والدوري يكون في قمته وفي قوته وأنديه تعز من الأندية المهمة التي يعني افتقدناها وهذا قرار يعني يعود إليهم أنهم لم يشاركوا ونتمنى مشاركتهم في المناسبات والاستحقاقات القادمة إن شاء الله تعالى طيب كابتن جمال الدوري اللي يقيم بهذا الشكل وبهذه الطريقة هل هو مفيد من أجل النهوض بكرة القدم اليابانية من وجهة نظره كنهوض بالكرة لا يفيد لكن كاستمرار الرياضة ممتاز جدا يعني أنت عارف بظروف البلاد بظروف الرياضة في الإيمان فكان عنه الضروري إقامة دوري ونحن نشكر للاتحاد ونشكر لأنديه كاملة ونشكر لأنديه تحضر موت بشكل خاص على المشاركة وعلى أعضاء التوري أهمية للاستمرار في بطولات التوري وإن شاء الله البطولات القادمة تكون أفضل وأفضل يعني ذهابا وإيابا وتكون أضول لأنه يؤثر ذلك إجابا في مستوى اللاعبين ومستوى الرياضة عامة صحيح كابتن جمال كيف تشوف وضع الكرة اليمنية ومن فين تبدأ عناصر النجاح طبعا وضع الكرة اليمنية لا يخفى على أحد ولكن الأمل لا ينقضع الرياضة دائما أمل مستمر الرياضيين ننصحهم بالأمل المستمر والجهد المستمر نرفع الرياضة وعناصر النجاح تأتي من الناشئين والفئات والفئات العمرية والملعب الرياضية والاهتمام بالرياضة بشكل عام من القيادات الكبيرة وقياداتنا الحكومة الكبيرة يعني في اهتمام من الحكومة إذا كان فيه اهتمام صحيح واهتمام كبير ومؤثر إن شاء الله عندنا نجوم وعندنا يعني مواهب كثيرة وشفته يعني فيه عندنا منتخب الناشئين أخذ كأس غرب آسيا ومجدوري منافذة منتخبات أكبر نعم سؤالي الأخير في هذا الحوار جمال القديمي هو اللاعب اليمني الوحيد اللي حقق لقب الدوري كلاعب ومدرب أشي يمثل لك هذا الإنجاز وأشه التالي بعد تحقيق البطولة الحمد لله وشكر الله أولا يعني نقول الحمد لله وشكر الله نحن لا نفكر بك مدرب وكلاعب لكن كان تفكيرنا ننصب دائما على بطولة هذا الدوري على هذه السنة لأنه كانت بطولة مهمة جدا لنا يعني صححنا من أخضائنا في الدوري السابق الذي يقوم في سيئون والحمد لله أنه اتكلم بالنجاح والحمد لله يعني فرحنا جمهورنا والأهلاوين جميعا وبالنسبة لأ يعني لأنه كمدرب ولاعب فهذا فخر لي وأنا أفتخر به كثيرا يعني ومداس هذا سعادتي كبير جدا بهذا الإنجاز ورأيت طبعا الفرحة حكي المشروعة والغير إرادية فعض المبارة يعني عبرت عن فرحة يعني داخلية بهذا البطولة والحمد لله هذا اللقب الضافي كمدرب يعني ولاعب يعني هو إنجاز يعني شرفي وإنجاز تاريخي والحمد لله والشوف لله بعد تحقيق الوضولة إن شاء الله يعني أنا ناوي أنه أدخل فيه دراسة الدورات التدريبية القادمة إن شاء الله نعم دورة بي بإذن الله بمساعدة نادية دارة النادي وإن شاء الله نعمل فريق ونعمل فريق يعني نجدد في بعض الأماكن وبعض اللاعبين للشباب جاهزين للمشاركات القادمة إن شاء الله ونواصل التدريب إن شاء الله بإذن الله وإذا كانت هناك بطولات خارجية فنستعد لها استعداد كامل إن شاء الله في القادمة أفضل إن شاء الله تعالى وأنا أتمنى لك كل التوفيق والنجاح كابتن جمال كوديمي وأبارك لك مرة ثانية تحقيق اللقب إلى اللقاء